ماتيو في الثامنة عشر من عمره منذ حصل على أول هاتف نقال له قبل عامين هو لا يفارق سماعاته أستمع إلى الموسيقى بأعلى صوت لأنني أسمع بشكل أفضل هكذا تشعر أنك أفضل عندما تستمع إلى الموسيقى الصاخبة ماتيو كما الحال بالنسبة لشاب من أصل عشر من من تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما لا يخفض الصوت أبدا حتى عندما ينام في الليل أنام بسماعاتي وصوت الموسيقى في أعلى مستوياته في اليوم التالي عندما استيقظ أشعر أن أذن مسدودة وأشعر بعدم الارتياح مع انتشار ظاهرة الاستماع بسماعات الرأس على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وألعاب الفيديو بات أكثر من ثلاثة أرباع الشباب يشعرون بالفعل بالثرابات سماعية والأعراض واضحة يشعر المرء كأنه ثم تقطنا في الأذن أو بصفير أو بانطباع سماع كل شيء بقوة أفضل شيء يجب فعله إذا ما استمر هذا الوضع بعد الليلة من النوم هو استشارة طبيب استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة أو أخصاء السماعيات على سبيل المثال الشيء الذي لا يفعله معظم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما فيما لا يمكن استدراك التلف في حاسة السماع في كثير من الأحيان إذا لم يتم معالجته بسرعة لسوء الحظ ليس لدينا أي تقنية معالجة تسمح للنظام بالعودة إلى حالته الأولية لذا إذا حصل تلف ما فإنه سيستمر فبما ننصح محبي الموسيقى إذن المسألة منطقية قبل كل شيء النصيحة الأولى هي اتخاذ فترات راحة منتظمة استراحة تدوم 10 دقائق كل 45 دقيقة للتهوية أي تجنب الاستماع بشكل مستمر طوال اليوم وتجنب زيادة الصوت أيضا فوق عتبة التحذير التي يعطيها الجهاز وتجنب الاستماع بصوت عال جدا في كثير من الأحيان ولوقت طويل ومن المفارقات أن معظم الشباب الذين يفرضون في مستوى الصوت المسموح به بالديسيبيل هم على بيينة من المخاطر ولكن لا يأبهون بذلك فالإصابة بالصم في سن الأربعين وأنت في العشرين أمر يبدو بعيدا جدا